لا يزال نجم نادي ليون الفرنسي رايان شرقي محل أطمع عدة منتخبات لا سيما وأنه يملك ثلاثة جنسيات مختلفة تؤهله للعب حيث يرغب وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لللاعب رايان شرقي خلال لقائه بعدد من الأطفال بمدينة استرسبرغ الفرنسية طالبوه بالالتحاق بالمنتخب الجزائري وحسب الفيديو المتداول فإن رايان شرقي قال إن شاء الله وهذا خلال التقاطه لصور مع معجبين من أصول جزائرية على هامش مباراة ناديه ليون ضد استرسبرغ ويعد النجم الصاعد رايان شرقي الهدف الأبرز للناخب الجزائري جمال بلماضي الذي يصر على إقناعه من أجل تمثيل منتخب الجزائر حسب ما أكدت عدة تقارير إعلامية مؤخرا وشارك رايان شرقي مع المنتخب الفرنسي خلال هذا الصيف مع المنتخب الفرنسي لأقل من 23 سنة في بطولة أوروبا رفقة الوافد الجديد للخضر أمين غويري مهاجم نادر الفرنسي وأكدت عدة تقارير إعلامية في وقت سابق أن أمين غويري قد أنهى إجراءات تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية في آخر خطوة كانت تفصله عن اللعب مع المنتخب الجزائري